بسم الله الرحمن الرحيم حلقة من حلقتنا الجميلة اللي هي بنتكلم فيها على أعمال الخرصانة المسلحة وتنفيذ الشدات الخشبية المستخدمة في أعمال الأساسات واتكلمنا الحلقات اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت وبدأنا اتكلمنا عرفنا إيه هي الخنزيرة واشتغلنا في الخنزيرة وقبل الخنزيرة اتكلمنا على التربة وعرفنا جسات التربة بنعملها ليه وعرفنا التربة نوعيتها ايه وأعمل خنزيرة في أنهو تربة وعملها على بعد قد ايه المهم النهاردة ان شاء الله هنبدأ نقول خطوات تنفيذ الخنزيرة خطوات تنفيذ الخنزيرة بنقول ايه أول حاجة مراجعة ايه الرسومات دي أهم حاجة أهم شيء في الخنزيرة لابش مهندسين مراجعة تنفيذ الرسومات وكمان بعرف من الرسومات نقطة الروبير أو النقطة اللي أنا بعرف عنها نقطة خط البحر أو نقطة منسوب البحر فين بتيجي طبعا من المساحة اللي بتكون مسؤولة عن المنطقة أو اللي فيها المنشأ بتاعي تمهيد طرق المرور حول الخنزيرة لتسهيل دق المحاور وشد الخطان المحددة للمحاور وكل الكلام ده هنشتغلوا إن شاء الله عملي دلوقتي بطريقة على نموذج صغير ولكن هتشتغلوا وهنعملوا كأن حضرتك دلوقتي شغال في الموقع بالزبط بإذن الله فتمهيد طرق المرور حول الخنزيرة حوالي المكان بتاعي لتسهيل دق المحاور وشد الخطان المحددة للايه؟ للمحاور طيب بعد كده تمكين مكان الخنزيرة ويفضل أن تكون مساحة من مساحة المبنى أو الحفر عن 1 متر إلى 2 متر يبقى أنا دلوقتي المفروض يا جماعة هعمل إيه؟ هأعرف مكان المنشأ فين عشان أبدأ إن كنت هحفر هحفر المكان بتاع المنشأ يبقى أبعد منه بمسافة لا تقل عن كام عن 2 متر أو 1 متر ففي الحالة دي ليه بقى أبعد 2 متر أو 1 متر بش مهندسين على أساس إن أنا لو الأرض أول حاجة بتهيل معايا أو هي نوع من أنواع التربة الرملية اللي بتنهار بعمل إيه؟ يبقى الخنزيرة سبتة والخنزيرة بعيدة بحيث أعرف أشتغل في المنشأ ووسع المنشأ وأعرف أكمل شغلي في الأساسات بتاعتي أو بتاعة المنشأ من الناحية التانية أفرض عندي الأرض دي مثلا بطلع منها الردم بتاعي يبقى فيه فرصة إن أنا أتحرك واللودر يطلع ويتحرك ويروح وييجي والعمال كمان يعرفوا يتحركوا ويطلعوا الردم بتاعي من المكان اللي موجود عندي في المساحة اللي بين الخنزيرة والإيه؟ المنشأ خلي بالك برضو نعمل حسابنا فيه مراعاة أن تكون التحليقة أو الخنزيرة أفقية تماماً وهنشوف الكلام ده كويس جداً دلوقتي من أعلى نقطة فين؟ في الموقع كله يبقى أنا دلوقتي المفروض الخنزيرة بتاعتي بتكون شكلها أفقي جداً يعني بتكون ببص على المنشأ بتاعي لو المنشأ دواً فيه حتة عالية وحتة وطية بأعمل الخنزيرة على أعلى منسوب أو أعلى نقطة عندي لو هحملها على حاجة أحملها ولو هشايلها على حاجة أشايلها المهمة الخنزيرة تكون بمستوى إيه؟ أفقي تماماً وموزونة بميزان المية وكمان أعيد عليها وزن بميزان بميزان يعني ميزان الخرطوم في نقط معينة ونقط يعني على بعد كبير على أساس ميزان الخرطوم يديني فرصة إن أنا أتحرك معايا أو يتحرك معايا في أي نقطة أخذ بيها شرب فمع مراعاة إن يكون إيه؟ تكون التحليقة اللي هي الخنزيرة أفقية تماماً من أعلى نقطة في الموقع كله يبقى الخنزيرة بتكون في حدود الموقع كله وزي ما قلنا على مسافة بتكون يعني على بعد من المنشأ اتنين متر يعني تتحلق بالموقع كله وكمان بتكون إيه؟ بتكون من عروق مستقيمة وتزبط بميزان المياه أفقياً كما يراعى أن تكون من خشب الفليري اللي مقاساته كان أربعة في أربعة بوصة وخمسة في خمسة بوصة وستة في ستة بوصة وكل ما نتكلم على الخنزيرة لازم هنقول المقاسات بتاعتي عشان أفضل عارفها وأفضل عارف إن الخشب بتاعي اسمه خشب فليري اللي أنا بستخدمه في الخنزيرة ومقاساته أربعة في أربعة بوصة وخمسة في خمسة بوصة وستة في ستة بوصة طيب الخنزيرة عندي بتدكم بالإيه الخنزيرة بالخوابير خلف خلاف كل واحد متر يعني كل متر ما يزدش عن كده بيتثبت خبور والنحية التانية على بعد متر تاني بيتثبت خبور في المدات وإن شاء الله هنشوف الكلام دوت يبقى الخنزيرة تدكم الخنزيرة تدكم بي خوابير أو تسبت بخوابير تسبت في الأرض يا إما خوابير حديدية يا إما خوابير إيه خشبية من قطع من الإيه الخشب اللاتي زانة اللي هو قطع واحد في أربعة بوصة واحد في خمسة بوصة بجيب منه اللي هو كسر صالح للاستعمال ودقه في الأرض لو الأرض ينفع إيه يدق فيها الإيه الخشب وصمرها في الإيه في المدات بتاع الخنزيرة طيب بعد كده لو ما فيش عندي الأرض بتاعتي صلبة شوية ما ينفعش يدق فيها الإيه يعني الخوابير دي اللي هي الخشب فصعب عليها شوية أعمل إيه قطع من الموقع قطع من الموقع حديد فضلات حديد طولها أربعين سنطي خمسين سنطي ستين سنطي وتكون سمكها يتحمل الدقة عليها وأبدأ أجي على أسبتها مكان الخوابير على مسافة محورية أو مسافة تكون حوالي واحد متر تقل عن واحد متر حتى تزيد من قوة من قوة الخنزيرة وأمسك الخنزيرة وأنا بسبتها بالإيه بالسيخ الحديد أقوم مميله سنة على على الخنزيرة بحيث أنه هو أسبته بمسمار يعني مسمار خلف خلاف وكمان السيخ نفسه بيكون سيخ من النحياد وسيخ من النحياد السيخ من النحياد اللي هو خبور يعني من النحياد وخبور من النحياد وبكده أنا أكون سببت لإيه سببت الخنزيرة أو المادات بتاع الخنزيرة يعني بطريقة جمدة جدا لو سببتها بالطريقة اللي بقول لحياتك عليها دي طريقة شطرانجية بالمسمار في المادات طيب بعد كده نخش على مهندس ضرورة أن تكون الخنزيرة قائمة الزاوية ضرورة أن تكون الخنزيرة قائمة الزاوية في الأركان الأربعة أو مطابقة للرسومات بالضبط إلا إذا كان المطلوب خلاف ذلك يعني إيه الكلام دوت هنوضحه في عجالة بيقول ضرورة أن تكون الخنزيرة قائمة الزاوية لازم الخنزيرة طالما الموقع مربع او مستطيل وعدل لازم او الرسم بتاعي بيشير الى ان الموقع بتاعي عدل وكمان المنشأ نفسه مربع او مستطيل اذا ليه كم زاوية اربع زواية طيب كل زاوية فيهم بتقول ان هي ايه ان انا زاوية قايمة مش زاوية منفرجة او يعني زاوية حدة او فيها ميل او كلام من دوت لو فيها ميل المنشأ هيبقى في ايه في المنشأ من جوه هيكون فيه شطرات ومش مطلوب خالص ان انا هعمل منشأ واعيش فيه او اعمل منشأ اداري او اعمل اي شيء يكون فيه شطرات على اساس اعرف استخدمه لو فيه شطرات بتبقى مشكلة ان انا حط اساسي فين وحت فين فلازم ازبط الخنزيرة بتاعتي على المنشأ اللي هو مربع او مستطيل وزبط الزاوية بتاعته جدا على زاوية قايمة بايه بطريقة او طريقة فيسغورس اللي هي احنا بنكلم عنها في السوق او الصناع يعرف عنها في السوق تلاتة اربعة خمسة تلاتة اربعة خمسة او المسافة كلها تدين اتناشر وهنعملها ان شاء الله عملي ولكن في عندي حاجة تاني ممكن اللي هو بيتكلم عليها دلوقتي اذا لازم الامر في انحناء او في حاجة مثلا زي زاوية منفرجة في مكان بدل ما سيبها هعمل لها لازم اعمل لها خنزيرة لان هيبقى فيها محور في الحالة دي ها اعمل ايه لازم اعمل لها الخنزيرة بتتسبت على ايه زي ما بيقولك في السوق بتتسبت على ابوها على المكان او على الحال الموجود عندي ولكن المطلوب من ساعتك ان شاء الله دلوقتي كرجل طالب في اه مدرسة الصنايع او في قسم الخرصانة اعمال الخرصانة وتكنولوجيا اعمال الخرصانة في نظام الجدرات ان حضرتك بتعمل ايه بننفس معاك خنزيرة مربعة او مستطيلة بحيث تعرف الفكرة عمتا واي حاجة تاني بتبقى معاك ان شاء الله سهلة يبقى اذا بعد كده زيادة كمان طول الخنزيرة زي ما قلنا من حدود المبنى من جانب من كل جانب بحوالي اتنين متر ليه لتفادي وجود اعمال حفر تحت الخنزيرة وكمان في حالة وجود مناسيب مختلفة ترفع او ترفع الخنزيرة في الهواء على قائم او قوائم خشبية وتسبت جيدا حتى لا تتحرك وذلك بحيث ايه تكون افقية يبقى في حالة ان انا عندي الارض بتاعتي فيها تعريج او فيها عالي وفيها واطي مش هينفع اسبت خنزيرة افقية فبضطر ارفع لها سواري وارفع لها عرايس وازبط لها ان انا اعمل الخنزيرة بطريقة مرتفعة شوية من على الارض بمسافة لا تقل عن خمسين سنتي بتوصل خمسين او ستين او متر او متر وعشرين او متر ونص على حسب الموقع او حسب ما يشير اليه المنشأ وحال المنشأ اللي موجود عندي دي حاجة تاني اهي طيب بعد كده بيقول لك تمهيد الارض بداخل المساحة اللي هي المساحة المحاط بيها الخنزيرة وازالة العوائق حتى لا تعترض الخيطان اثناء شد المحاور جميل المحاور بتاعتي انا بشدها على الخنزيرة لو شدتها المحور بيكون من ايه بيكون من الخيط والخيط ده بيكون ان لو اي حاجة لمست فيه او هزته او يعني خبطت فيه او تسند على حاجة معينة ارتفاعات او عوالق في الارض اه ما ينفعش ان انا الخيط يشتغل معاي وبيكون بيديني مقاس مش مزبوط خالص في الحالة دي انا بعمل ايه قبل اما اشتغل في الخنزيرة قبل ما شد اصدي الخيطان بقا اعمل ايه بقا اقوم مزبط الارض بتاعتي حوالين الخنزيرة من داخل الخنزيرة ازبط الارض كلها بمساحة المنشأ كله بعد كده ابدأ اشد الخيطان حتى بعمل تست قبل ما شد الخيطان بتاعتي واعمل ايه احرك الخيط من الايه من اليمين والشمال من الجنوب والايه والشرق او ايا كان بحركوا كل الاتجاهات اشوفوا الخيط هيخبط في حاجة او هيلطش في حاجة معايا زي ما بيقولك في السوق ولا لا لو مش هيخبط في حاجة بابدأ اشد الخيطان بتاعتي واخد المقاسات بتاعتي بالطريقة اللي هي قال عليها الكود المصر بعد كده بخش على تخطيط حدود الاواعد والميد بالجير على الخيط بحدد بقى الاواعد والميد بتاعتي على الخنزيرة بالجير والايه وكمان الخيط اللي هو الاكسات بتاعتي ادي عند الخنزيرة اهيه فيه زي ما زي ما حضرك شايف كده باشماندس معمولة اللي من جوه ده المنشأ بتاعي او حدود المنشأ زي ما هنتكلم دلوقتي وهنشتغل ونعمل الخنزيرة مع بعض واللي من بره دي خنزيرة متسبتة بالمدادات بتاعتها متسبتة بالايه بالخوابير في الارض دي طبعا ارض ايه ارض مستوية جدا فعشان كده سبت الخنزيرة بتاعته بالايه بالخوابير وعملها عمل المدادات بتاعته اهيه ومسبتها بالخوابير في قلب الارض اهيه تمام بطريقة شطرا جاية يعني واحدة جوه واحدة برا من الايه من المداد بتاعي وبعد كده عندي زبط الزوايا زي ما هنزبطها دلوقتي وسبت عليها حاجة اسمها ابقاب بعد كده الابقاب دوت بيعمل ايه بيحفظ مسافة الزوايا القايمة بتاعتي ويخلي الزوايا القايمة بتاعته عدلة جدا مزبوطة جدا ويحفظ مسافتها بعد اما ايه اما اقسها عندي وابدأ بعد كده يشد الخطان بتاعته عادي خالص نشوف الشكل التاني اللي هو مرتفع اهو رسمته زي ما حضرتك شايف كده بشمهندس ويريت نخلي بنا البشمهندسين والطلبة جدا 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 من الخنزيرة لان الخنزيرة دي مهمة جدا في المنشأ المنشأ بتاعي بدون الخنزيرة يعني ممكن يحصل فيه مشاكل كتير بدون الخنزيرة اذا حصل في الخنزيرة خلل زي ما حضرتك مثلا يعني هنتكلم دلوقتي ان الخنزيرة اللي حصل فيها خلل بيكون الخلل في المنشأ كبير جدا جدا فعند الخنزيرة دي يعني دي اللي هي مرتفعة فوق الارض الارض بتاعته كان فيها مشاكل فاضطر يرفع الخنزيرة من على الارض بسواري زي ما حضرتك شايف كده ايه اللي هي متسبتة وقرتها سودة دي ومرفوع عليها العروق بتاعتي اللي هي الماددات عروق الماددات دي برضو السواري دي او الاوايم دي بتكون من خشب الفليري يعني افضل حاجة بتكون من خشب الفليري تتسبت على الارض او يتسبت فيها عروسة تسبتها في الارض وهنشرح طريقة العروسة ازاي برضو مع الشغل العملي مع النموذج اللي احنا جايبينه معانا ولكن اللي عايز حضرتك تعرفه حاجة مهمة جدا ان الخنزيرة دي عشان نشتغل فيها لازم تكون عارف ايه هي الرسومات وكمان محيط الايه المنشأ بتاعي منين لفين وتربيعة المنشأ بتبقى منين لفين تمام وبنيجي بعد كده بعد ما اعرف تربيعة المنشأ بتاعي او مكان المنشأ بتاعي فين بقى ثبت في كل ركن شاخص الشاخص ده بيكون حاجة من الحديد سيخ من الحديد متعلق فيه علامة حمرة بحيث تظهر لاي حد هيجي ثبت او للنجار او الصنايعي اللي هيجي ثبت لايه يثبت الخنزيرة فالسيخ الحديد ده ليه سيخ حديد على اساس اعمل لعاقة من فوق او فتحة من فوق اربط فيها قطعة من القماش او قطعة من القماش عندي تكون لونها احمر وابدأ اسبتها في اماكن واركان المنشأ بتاعي بحيث اخد منها حدود الخنزيرة اخد منها ايه حدود الخنزيرة طيب الخنزيرة دي لو حصل فيها خلل في وطر او في محور او في خط تنظيم الخلل ده بيمشي معايا لو العمارة دي او المنشأ ده هيكون ارتفاعه اتناشر دور عشرين دور خمستاشر دور هيمشي الخلل معايا على طول طيب ينفع اصلح الخلل اللي حصل معايا في الخنزيرة في اول دور او في تاني دور او في تالت دور بعد اما اكتشفه اطلاقا ماينفعش الخرصانة طالما تصبت بتفضل على خطأها او على ايه او على صوابها ماينفعش ان انا احرك شيء من مكانه خالص بعد كده اتصب عليه المنشأ بتاعه بخش بقى في مشاكل تاني لو حصل عندي مثلا محور او وطر مثلا اتحرك عن مكانه شوية ولازم يرجع مكانه بابدأ بقى ايه اشوف حد يزرع اشوف حد يزرع حديد واشوف حد يفتح للحديد في اللبشة او في الايه او في القاعدة بتاعتي ولو القاعدة هتتحرك من مكانها اعمل لها قميص وشغلانة تانية كبيرة جدا مش هينفع ان انا اخوض فيها طيب عايزين نبدأ دلوقتي نشتغل مع بعض الخنزيرة بتاعتنا شغلنا بقى العملي والخنزيرة بتتكون من مددات وايه يا جماعة ولرشمهان للسمعة كنت بتقول ان الخنزيرة بتتكون من مددات من عروق في الليري جميل هي فعلا كده بتتكون من مددات من عروق في الليري من قطاع كام ها 3 في 3 و 4 في 4 و 5 في 5 جميل وأفضل حاجة للمددات بتاعتي لما تكون يعني تكون من حجم كبير بحيث تكون صلبة ومتينة وجمدة في الموقع بتاعي اللي هو أقل حاجة مثلا نقول 10 في 10 ولكن هنيجي نبص في السوق السوق شغال معايا اللي هو 3 في 3 يعني 7 في 7 العرق بتاعي ما فيش مشكلة بس يتزود له نسبة من الخوابير بنقول كل متر احنا نقول كل 50 سنطي خبور ونسبته سواء حديد أو سواء يعني يكون عندي لتزانة أو قطعة من لتزانة ما فيش أي مشكلة بنيجي نقول حدود الخنزيرة بتاعتي أو نجيب الخشب بتاعي أهو أدي أول عرق معايا أهو هنبدأ نتحرك مع بعض العرق اللي قصاده أهو خلينا أنا بعمل إيه دلوقتي أنا بحاول أرس العروق بتاعتي في أماكنها بطريقة تكون تقريبا نوعا ما تكون يعني توصلني إلى حدود المنشأ تقريبا أهي طيب في حاجة مهمة جدا هقولك عليها وإحنا بتزبط الخنزيرة لازم حضرتك تكون عارفها دي تيجي كده وأنا بزبط الخنزيرة بتاعتي رصيت الايه المادادات بشكل أهو زي ما حضرتك شايف كده وإحنا اتعمتنا إن إحنا نجيب لنا موزج ده نموزج محدش يعني يحسبنا على إن الشكل أو المنشأ لا هو ده نموزج بس بنفس الشكل اللي حضرتك هتشتغل بيه في الواقع وهقولك كل حاجة بالتفصيل فنخلي بنا كويس جدا من النموزج اعتبر ده عرق وده عرق وده عرق وده عرق أو اعتبر بشكل أفضل تاني ده مجموعة عروق وده مجموعة عروق وده مجموعة عروق وده مجموعة عروق حوالين التحليقة أو حوالين اسمها هي تحليقة أو خنزيرة حوالين المنشأ بتاعي طيب يا أستاذ أنا عايز أن حدد الأول المنشأ بتاعي اللي موجود عندي إن أنا دلوقتي الخنزيرة بتاعتي أنا خدتها من على المنشأ وبعدت المتر أو المتر ونص أو الاتنين متر هأبدأ بعد كده أعمل إيه في الخنزيرة أشد خيط أشد خيط أهو للخنزيرة بتاعتي بس طبعا إحنا هنا مفيش مصامير ولا هينفع عنده مصامير فمش أنا بوضح لك بس إن أنا المفروض أنا المادات ده بتاعي أشد عليه خيط طب ليه أنا هشد خيط يا أستاذ أنا لما باجي قبل ما اشتغل في الخنزيرة بعرف حدود المنشأ بتاعي في المكان ده مثلا هذه المنشأ بتاعي مربع أو مستطيل في النقطة بتاعتي دي تمام باخد من حدود المنشأ مسافة الخنزيرة اللي هو الشخص الأولاني اللي هي 2 متر أو متر ونص ومن الآخر 2 متر أو متر ونص وأبدأ أشد لإيه أسبت مصامير أو قطع حديد وأشد عليها لإيه خيط بتاع الضلع ده تمام أهو مثلا وليكن أنا بشد الضلع ده وأنا أهو ماشي لازم الخيط بتاعي يكون بالشكل اللي حياتك شايفه ده يكون مشدود شدة جمدة جدا بحيث الضلع بتاعي ييجي مستقيم جدا 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 ودي مهمة جدا دي بتاخد مع الصناعي ممكن تاخد تصبيت وأفقية الخنزيرة بس تاخد معاه يوم كامل راحنا بنحاول إن احنا نختصر على نموذج بحيث تكون حضرتك عارف كل حاجة باش مهندس وتستلمها زي ما احنا هنتكلم دلوقتي يبقى أول حاجة الصناعي بيرص المادات بتاعته بطريقة يعني وهمية على الخنزيرة بتاعته أو على المكان المحدد بتاعه اللي هو الخيط بتاعه من المنشأ بتاعه اللي هو بيبدأ من اتنين متر من نصية أو زوية المنشأ بتاعي من الأول ومن الآخر يبقى إيسم ما جاء إيسم من الأول وإيسم منين من آخر المنشأ جميل بعد كده بقى أبدأ أشد الخيط بتاعي وأسبت على الخيط لأن الخيط يكون مشدود جدا زي ما حدك شايف وبيكون هو اللي محدد لي مكان الخنزيرة طيب الخيط لو معووج هيعوج مين العروق أنا باجي بعد كده على الخيط ده أهو أرص العروق جنب بعضها على الخيط بتاعي طيب إحنا رصينا العروق بنرجحها مكانها المزبوط عشان نبدأ نشتغل النموذج بتاعنا تمام رصينا شغلنا أهو بعد ما رصيتها رصيت شغلي بجيب بعد كده حاجة اسمها يعني عوارض إفل بقى أبدأ أسبتها عندي كده في الخنزيرة تمام أهي بحيث أسبت العرق ده بالعرق ده أهو أسبت العرق دوا بالعرق ده بإيه؟ بعرضة إفل أو أقفل بيها مكان لإيه؟ مكان اللي فاي اللي هو هيبقى سايب من العرقين بتوعي دود يبقى أسبت له حاجة اسمها عرضة إفل أهي عرضة إيه؟ وعرضة في الكورنر دوت عند العرق ده وعرضة عند العرق دوت طيب يا باش مهندس لما أجي أقول في ضلعة عندي واخد كذا عرق جنب بعض في عروق جنب بعضها أعملها إزاي؟ أو أنا أسبتها إزاي ببعضها؟ آه دي ليها تثبيت تاني هنتكلم فيه أهو وهقولك عليه وأوضح لك إزاي إن إحنا بنسبتها لو جبنا عرقين جنب بعض مثلا زي دول هادي عرقين أهم عايز أسبتهم كده مثلا جنب بعض أهم زي ما حضرتك شايف كده أهي؟ بقوم عمل لهم إيه؟ عمل لهم عرضة من الجنب كده اسمها وصلة أو وصلة إفل وكمان عرضة تاني كده أهي تمام؟ اتمسكوا العرقين ولا ما اتمسكوش؟ اتمسكوا وأبدأ أسمرهم بالمسمار في بعض من هنا أقل حاجة ثلاث مصامير من الناحية دي وتلاث مصامير من الناحية التانية أسبتهم كده واسبت المسمار بتاعي كده في العرق ده أسبت مصامير في نفس العرضة دي ونفس العرضة دي برضو أسبتها بثلاث مصامير من الناحية دي من كده أهيا لو قلبناها عشان الكاميرا حضرتك تشوفها في الكاميرا أهو ماشي؟ أسبت العرق ده العرق أهو العرق أهي عايزي نوضحها قوي تمام؟ أهي ماشي؟ ودي العرضة بتاعتي طبعا بتكون أقل حاجة نص متر من الناحية دي ونص متر من الناحية دي أو تلاثين سنطن نحية دي وبعد كده بسبتها بالمسمار أقل حاجة تلاث أو أربع مصامير من الناحية دي في العرق ده واجيب لك ليها ليه برضو ايه مثبت يعني عرقين في بعض وعمل لك فيها الوصلة اهي جاهزة معايا تمام بعد كده باج اقول ايه بعد ما ثبتنا العوارض بتاعتنا وثبتنا العوارض او يعني وصلات العروق بتاعتي بثبت واكد على العوارض بتاعتنا اللي موجودة اللي هي كورنر بتاع كورنر بتاع كل الزوايا بتاعت الخنزيرة بتاعتي وثبت ارضو بتلت او اربع مصامير من كل اللي جناب اللي موجودة عندي كل عرق اخد له تلت اربع مصامير وتلت اربع مصامير من هنا نفس القصة كل اللي كان طيب كده سبتت معايا الخنزيرة بدأت تثبت لكن ما سبتتش ليه فيها تثبيت ايه اول حاجة في تثبيت الخنزيرة اول حاجة في تثبيت الخنزيرة يا بش مهندس ان انا اشوف الزوايا بتاعتي قايمة ام لا مش قايمة انا كده يعني استقامة الخنزيرة كويس الجنب العرضي ده كويس مظبوط جدا عالخيط والجنب الطولي ده مظبوط جدا عالخيط والجنب العرضي والجنب الطولي التاني كله مظبوط عالخيط جميل واراجع على الكلام ده مرة واثنين وثلاثة المفروض ان انا باديهي اقول ايه هي كده زاوية قايمة لا كده مش زاوية قايمة باجي اعمل ايه باجي اعمل حاجة بسيطة جدا جدا اقول ان عندي حاجة اسمها طريقة فيسا غورس بس الاول نحاول نسبت الايه الشنزيرة ببعضها عشان متتحركش مني واحنا ما اتفاناش عالتخبيط بس ايه اه غصبا عني يعني ما عليش كده انا بثبت العوارض بتاعتي بالمسمار او بثبت العروق بتاعتي بالمسمار او يعني انا عشان ده نموذج والمفروض كل طالب فينا في نظام الجدرات بيعمل نموذج من النمازج دي مهمة جدا والله دي مهم دي افضل حاجة تاخد عليها درجات اللي هي نظام النمو النمازج دي لبتثبت اكتر شيء بيثبت انت راجل فاهم انت عشان تعمل حاجة صغيرة زي كده اه دي يعني اكتر دليل اكبر دليل ان حضرتك يعني فاهم فاهم شغلك كويس قوي ففهمك للتمرين بتاعي او فهمك للمهمة بيكون يعني انا لو صنيعي وشغال برة مش ممكن ما تعبش التعب ده ليه ده نموذج صغير يعني صعب ان انا مسيكه وصعب ان انا ابدأ احركه ماشي ولكن هو بنفس الطريقة بالزبط بنفسش هو العرق صغير ولكن برة كبير هنا عرق واحد باخد حتة واحدة ولكن دي مجموعة عروق برة ماشي الموقع كبير طيب بابدأ اثبت بقى عندي بعد ما ثبتنا العروق في بعضها تمام بابدأ اثبت عندي اللي هي عرضة الايه عرضة القفل لشان اقفل العروق مع مع بعضها اهي سبتها والعرضة دي بتكون زي ما قلنا من خشب الايه من خشب اللتزانة من خشب اللتزانة واهميتها طبعا هي مهمة جدا ولكن مش هتسبت الخنزيرة بشكل رسمي قوي يعني ولكن هتكون الخنزيرة لسه بتتحرك معاي هتكون الخنزيرة بتتحرك معايا تقريبا فهنقول دلوقتي اهي كده سبت تقريبا الخنزيرة بس لسه بص بص الزوايا عاملة ازاي الزوايا لسه بتتحرك معايا ازاي مش هينفع ان انا سيبها كده طيب عشان اسبت الزوايا بتاعتي ليها طريقة ليها طريقة وطريقة مهمة جدا بس انا عايز اعرف الزاويا مظبوطة ولا لا هل هي زاويا قيمة ولا زاويا مش قيمة طيب ازاي يا استاذ في عندي طريقة الصناعية بياخدوها او شغالين بها برا بيقولك ايس من كل ضلع مسافة اللي هي نظريت في سغرس عندنا ماشي لمربع طول الايه طول الضلعين بيساوي ايه ايه مربع الواتر طيب ايه هو بقى النظام او الطريقة لها كزا حل لما تيجي تكون حادتك صناعي برا ايجاقول ايه طريقة 3 4 5 زي ما بيقولو في السوق هو بيقولك في السوق طريقة 3 4 5 ايجاwwww ايه انا عندي ده نموزج تلاتة متر طيب تلاتين متر في عندي شغلانة هتبقى طويلة جدا ايج اس تلاتين متر ماشى ايج اس اربعين مثلا تلاتة متر عشان ازبط الزاوية ما فيش اي مشكلة ايس تلاتين متر ما فيش مشكل يبقى تلاتة يا تلاتين يا امتا كام يا تلاتين سنتي يا تلاتين متر لو المسافة عندي طويلة يبقى ايس ايه تلاتين متر طب لو المسافة يعني مثلا ايه هزبط الزاوية دي بس وامشي في الزاوية التانية تلاتة متر اربعة متر خمسة متر هنا بقى عشان نموزج هايس ايه تلاتين سنتي اربعين سنتي خمسين ايه خمسين سنتي لو قفلت معي على خمسين سنتي يبقى انا شغلي كده ايه مزبوط مية في المية طب نشوف كده نبدأ نقيس اهو تلاتين والتلاتين تكون من عند تلاقي الضلعين بص تلاقي الضلع ده بالضلع ده عند تلاقي ايه الضلعين دول خلي بالك مهم جدا جدا ومن يعني ان انا ايسمي عند تلاقي الضلعين دي اهم حاجة اهم حاجة في الخنزيرة لو حركت مل البرة ومل الجوة ما ينفعش ما ينفعش خالص يبقى الخنزيرة هتطلع عندي ايه يا زاوية يعني مش هتبقى زاوية قيمة خالص لو برة هتبقى زاوية كذا او بقى جوة هتبقى زاوية كذا فمش هتبقى عندي زاوية قيمة ومش هتزبط لي المحاور بتاعته ادي تلاتين سنتي عشان ده نموذك زي ما قلنا وادي يا جماعة مش مهندسين اربعين سنتي بصنا المتر فين من جوة جوة اهو اربعين سنتي طيب اجا قيسها بقى هي انا قيسة تلاتة متر واربعة متر سهل جدا ان انا قيسة تلاتة متر والايه والاربعة متر مفيش اي مشكلة طب ايه المشكلة لو قافلت معايا على الخمسين ها او على الخمسة متر يبقى انا كده ايه شغلي مزبوط انا قسة تلاتة متر واربعة متر تقفل معايا على الخمسة متر ما قفلتش يبقى انا شغلي في مشكلة ابدأ ازبط مين الزوية يفتحها يدخلها الجوة شوي لو هي اقل من الخمسة متر افتحها شوي لو هي اكتر من الخمسة متر ابدأ ايه المها شوي طيب يا استاذ لو هي انا دلوقتي بقيس 30 سنتي 40 سنتي تقفل معي على كامل يا استاذ قولي باش مهند سمعك بتقول لي 50 هي 50 اهي 50 تمام تمام 50 اهي دي انا لا فيها 2 ملي ايوه اهي كده تمام مزبوطة 100% 50 50 سنت الكلام ده بعمله كده تمام معايا است وزوية بقت مزبوطة تمام التمام ويعني الصناعي زبطها لي وقال لي يا باش مهندس شفت الدنيا حلوة انا بقى كرجل مهندس او رجل مشرف عايز اعيد وزن او اعيد مقاس على الخنزيرة بتاعتي واعرف الزاوية بتاعتي مزبوطة بالملي ولا لا في طريقة تانية في طريقة يعني اصبط من كده ايه هي ان يكون المتر اللي معاه ده شريط طويل طوله بيزيد عن 12 متر يعني يعني ايه بيزيد عن 12 متر لو هو اخدها بتلاتة اربعة خمسة اجمع التلاتة واللي اربعة هيديني سبعة والخمسة هيديني كام اتناشر ايوة كده اتناشر اتناشر دول يا باش مهندس بتيجي تعلق المتر بتاعك في المسمار ده وتحط المسمار في الكورنر التاني وتقوم معلق جاي ساحب المتر بتاعك كده على الاربعة اللي هو المهندس الصناية عملها وتقوم قافل معاك المتر ساحب المتر بتاعك اهو تعال ابص انا بقى اشتغلته وعملتها طلع معايا كام لو الكاميرا جايباها هتلاقيها مية وعشرين سنطي عشان ده نموزك فهناك هيبقى اتناشر ايه متر على الطبيعة على الطبيعة هيديك اتناشر متر بالزبط لو قافل معاك اتناشر متر يبقى انت كده عملت الاختبار بالنسبة يعني او بتراجع وراء الصنايعي مراجعة سليمة مية في المية طب ليه باش مهندس مقستش تلات اربعة خمسة زي الصنايعي ماشي غير نظامك مع الصنايعي بحيث الصنايعي يهابك ويعرف ان انت دلوقتي فاهم شغلك وعارف بتعمل ايه كويس جدا 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 ان انت مقستش بطريقته ودي طريقة ودي طريقة والتنين طريقة واحدة بس بتؤدي كمان الى نفس الغرض مش طريقة واحدة وخلاص هي بتؤدي كمان الى نفس الغرض يبقى انا زويتك كده مزبوطة رجعت شغلي لقيته مزبوط رجعت وراء الصنايعي لقيت شغلي مزبوط مية في المية طيب ايه الخطوة اللي بعد كده اللي انا بعد ما زبطت الزاوية بتاعتي اعمل ايه في خطوة مهمة جدا وانا بزبط في الزاوية قبل ما سيب الزاوية اقوم جايب لها حاجة اسمها ايه اسمها ابقاب واقوم مسبتها مسبته عليه اهو ايدي الابقاب بتاعي اهو والابقاب ده باش مهندس بيكون من خشب الايه من خشب التزانة او اللتزانة بتاعي اهو سبته في الاربع اركان اللي ابقاب ده بسبته ليه عشان يحفظ عندي الزاوية زاوية الخنزيرة عشان كده بنقول الخنزيرة مهمة جدا جدا فبابدأ ان انا ما عديش فيها اي حاجة الا لما تكون سليمة مية في المية زي ما حدك شايف كده حتى الزاوية نفسها ابدأ ازبطها وسبتها من الايه اه بالابقاب بتاعي كده ده الابقاب الاخير من خشب الايه اللتزانة وخشب اللتزانة ده زي ما قلنا خطاعاته كام ها سامع واحد بيقول لي واحد بوصة ايوة صح واحد بوصة في اربعة بوصة واحد بوصة في خمسة بوصة ادي الابقاب بتاعي كده تقدر تشيل وتحط في النموذج بتاعك زي ما انت عايز اهو تمام موجود عندي ادي الابقاب او الخنزيرة بتاعتي معلش عشان ده نموذج انا هورهولك على الكاميرا من جميع الاتجاهات اهو ادي الطولي العرض والطول بتاعي وادي العوارد بتاعتي اهي وادي الايه كمان عندي الابقاب بتاعي مزبوط وادي عندي الايه اللقفال بتاعتي مزبوطة مية في المية نرجحها تاني عشان نكمل شغلنا على الخنزيرة تمام طيب بعد كده انا زبطت الزوايا بتاعتي ورجعتها وراء المهندس او وراء الصنايعي وانا كطالب زبطتها وجاني المراجع بتاعي او المدرب بتاعي وقال لي انت كده تمام وشغلك مية المية بالنسبة للايه للخنزيرة طيب يا باش مهندس انا عايز الخطوة اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده هابدأ اجيب اللوحة بتاعتي واشوف الايه خطوط بتاعتي فين اللي هي ايه يا باش مهندس يسمعاش خطوط ولكن انا بقول عايز الناس تتكلم معايا الخطوط اللي هي المحاور واول خط بيبدأ عندي بيبدأ من خط التنظيم ايه هو خط التنظيم اللي هي حدود المنشأ اللي احنا سبتناها بالايه بالشواخص في الاول خالص تمام فانا سبت الحدود المنشأ وحددتها بالايه حددتها بالايه بالجير بتاعي وممكن احنا نحددها مع بعض دلوقتي ونعمل لها شكل كده معين بحيث ان احنا يعرفها على الورق بتاعي تقريبا هتبقى شكلها زي ما حضرتك شايف كده نعمل حدود المنشأ بتاعي ماشي وليكن اهي ده حدود المنشأ دي بس احنا المفروض دي اول حاجة بنعملها اللي هي حدود الايه حدود المنشأ قبل الخنزيرة او ساعة ما يكون بشتغل في الخنزيرة قبل ما سبت الايه الحدود بتاعتي او يعني المددات بتاع الخنزيرة بكون محدد المنشأ بتاعي على الارض زي ما انا بعمله كده بس عشان ده زي ما قلنا نموذج فانا بحاول اعمل خيط اهو 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 الخيط بتاعي والخيط ده اللي هو اسمه خيط ايه اسمه خيط بناوي خيط بناوي وبحاول اجيبه الوان اجيب الخيط ده الوان على اساس ان انا ابدأ اعرف ايه هو خط الوجهة او خط التنظيم بتاعي لونه شكله ايه واعرف الاكسات بتبقى لونها شكلها ايه اه دي مسلا عندي خط التنظيم الاولاني اللي هو العرض اهو شده انزل ايجي على الخط اللي بعد كده الطولي بس طبعا هنجيب الخط ده من الاول ده ده الخط العرضي واجيب واجيب الخط اللي بعدين اهو خليك معايا خيط بتاعي ده الخط العرضي التاني اعمل الخط الاولاني اعمل الخط الاولاني وادي الخط العربي التاني هرجع منه اعمل الخط الطولي التاني هيجي معايا ان شاء الله ما تلقش الخط كتير عندنا والخير كتير موجود كل حاجة ولكن عايز اعمل نقطة عشان ده اخر نقطة عندي فهبدأ ان انا اقفلها اقفلة كويسة اه طبعا ايه حاضرتك شايف بنشتغل من غير مساعدين وانت شغال كراجل مهندس او راجل صناعي بما معاك المساعد بتاعك بيساعدك فهنا كل حاجة تقريبا بتبقى جهزة اهي كده انا عندي خط التنظيم بتاعي وضح عندي اهو من اللون الازرق ده خطوط او حدود الايه حدود المنشأ تمام كده حدود المنشأ بتاعتي ظهر عندي بالخيط اهي يعني اقدر اشتغل على اللوحة من اي اتجاه الخيط الازرق ده اللي هو حدود المنشأ بتاعتي اهي تمام باجي بعد كده طبعا انت برا ممكن تبدأ بخط واحد براحتك بس لازم يكون في خط طولي خط طولي زي كده وخط عرضي زي كده تبدأ باي واحد ايا كان تمام انت شديت الخطوط كلها الاربع جهات مفيش مشكلة زي كده فبشديت خط واحد واشتغلت طولي وبعدين شديت الخط العرضي واشتغلت عرضي مفيش اي مشكلة خالص احنا معاك مفيش اي مشاكل بالنسبة للشغل على الطبيعة على الطبيعة بيحكمك فيها مين بيحكمك فيها طبيعة الايه طبيعة العمل او طبيعة المنشأ نفسه هي اللي بتحكمك طيب اجي بعد كده باش مهندس اشوف ايه اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده الا وهي الاكس الاولاني الاكس الاولاني هاخده من الطول ولا من العرض مفتوحة معايا اجي ااخد الاكس الاولاني من الطول مثلا اقوم راكز على المكان اللي انا علمته وقبل ما اتحرك على الخط بيكون عندي الخط يعني خط التنظيم لازم اسبت له مصمرين واعلمه بعلام ظاهر اوي ومفروض بيكون يعني بعمله من اللون الاسود يعمله خطين جنب بعض واسبت له مصمرين جنب بعض بحيث اعرف ان انا دلوقتي ميجي الصناعي يشتغل هيعرف خط الوجه طب الخطوط التانية بتكون مصمر واحد ولون تاني مختلف عنه او خط واحد من لون تاني واللون لما اجي احط الاعلم بالعلام بتاعي على خط الوجه اللي هو ده اعلمه على الخنزيرة او الريجة بتاعتي باعمل ايه باعلمه من جوه ومن فوق من جوه ليه ومن فوق من جوه على اساس ان انا دلوقتي لو جاء الصناعية بيقيسوا او بيتحركوا معايا وبيشتغلوا معايا في ايه اللي بيحصل لو انا قست العلم ده او علمت العلم ده باللون من فوق في ايه اللي بيحصل عندي العلم ده مع مشي الناس بيتمسح في من هنا بابدأ ان انا اقيسوا منين اقيسوا من الداخل وان شاء الله هنكمل في الحلقة اللي جاية ونلقاكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته